اطلع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري على مستوى سير العمل بمصلحة الضرائب في تحصيل الإرادات الضريبية ومكاتبها بالمحافظات واستمع الكثيري خلال اللقاء إلى جهود المصلحة في عملية تحصيل الضرائب المحلية والتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع مصلحة الجمارك لتحصيل الضرائب المركزية وكذا جهود المصلحة في نشر الوعي الضريبي والتعامل مع المكلفين بإيجابية بما يحقق التكامل في تحصيل الضرائب وحل الإشكالات والمعوقات التي تعترض عمل فروع المصلحة في المحافظات المحررة مشددا على أهمية القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والفساد بجميع أشكاله